اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من مصرح العمليات لكن احنا النهاردة في مصرح عمليات مصري خالص احنا النهاردة بنتكلم عن خمسة وعشرين يناير عيد الشرطة المصرية احنا النهاردة بنحتفل بعيد الشرطة المصرية هو عيد الامن المصري وده امر عظيم للغاية هذه حلقة موجهة للزباط لمناء الشرطة للبلوك امين للغفرة للعساكر لكل من هو في وزارة الداخلية وكل المعني بالملف الامني في الدولة المصرية ايه العلاقة ما بين غزة وما بين الاسماعيلية هو ده اللي هنقدر نرصده معاها حضراتكم في الحلقة هي على جزئين الجزء الاول هنتكلم فيه عن الجزء التاريخي اللي لازم حضراتكم تعرفوه لان ده جزء من تاريخ الدولة المصرية وجزء من اللي اسس للدولة المصرية الشرطة المصرية لو بتحتفل في خمسة وعشرين يناير فقط لكنها هي سبب عظيم للغاية في عيد الجلاء اللي جيه بعد كده في سنة ستة وخمسين في تمنتاشر يونيو ستة وخمسين طيب الاصل بقى والجزء التاني بقى من الحلقة بتاعتنا هيبقى في ضيفتنا الاستاذ محمود عبدالراضي هو اشهر محررين وزارة الداخلية في مصر هيقدر يكلمنا بقى على الجانب الحديث من التطور في داخل وزارة الداخلية واللي نقدر برضو هيبقى كتير من الناس مشغولين بي وهنقدر نتابعوا مع حضراتكم بشيء من التفصيل وبرضو هنقضوا في سكة الحكايات والقصص اللي تقدروا تستفيدوا منها وتقدروا حتى تحكيها لأساركم وتقدروا تستفيدوا منها يعني هذه الحلقة قولا واحدا موجهة لمنهم في وزارة الداخلية والمحنين بالتاريخ المصري والاطفالنا والأسارنا عشان نقدر نفهم منها هذا المشهد العظيم للغاية المؤثر في تاريخ ومستقبل الدولة المصرية ونبدأ سريعا في يوم خمسة وعشرين يناير جيه لواء بريطاني كده اسمه اكسهام طلع الامر ده وبعته للزباط الموجودين فيها الاسماعيلية خمسة وعشرين يناير جرت في الاسماعيلية تم يعني في تسعمائة اتنين وخمسين جرت في الاسماعيلية جيه واحد بريطاني وهي العلاق هنا بقى في الاصل ليه هما الانجليز بدأوا يهجموا مصر ويهجموا الشرطة المصرية لان وقتها كان في الفدائيين المصريين كانوا بيحاولوا يواجهوا الاحتلال الانجليزي محدش جي قال لهم انتو بتعملوا كده ليه ما انتو كنتوا واعدين كويسين ما انتو ناص لطيفة ما انتو عايشين لا الفدائيين المصريين كانوا بيواجهوا الاحتلال الانجليزي الاحتلال الانجليزي ده اللي دخل مصر سنة كام دخل الف تمنمية اتنين وتمانين عايز حضرتكو يعني بتكلم في سبعين سنة سبعين سنة الاحتلال الانجليزي موجود في مصر محدش قال يلا خلاص كفاية الاحتلال الانجليزي نرضى به اهو ناس كويسين ناس عاملين لنا حاجات لطيفة لا كان فيه فدائيين ومقاومة وتعاونها الشرطة المصرية الظباط المصريين اللي موجودين قدام حضراتكم كانت التهمة الرئيسية ليهم ان هم بيعاونوا الفدائيين والمقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي وبالتالي البريطانيين اتضايقوا احنا عاملين معاكم معاهدة سنة ستة وتلاتين المعاهدة دي لها علاقة برضو بالجانب السياسي وبعدين اتلغت في واحد وخمسين في اكتوبر واحد وخمسين قالت لهم ابعدوا عن مصر شوي يعني روحوا ايه قعدوا في مدن القناة لكن برضو المصريين ماردوش بالقصة دي الفضلة المقاومة والفدائيين بيعملوا عملية فدائية ضد الانجليز عشان نعرف بس ان التاريخ مرتبط ببعضه اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي في قطاع غزة من ناس بتواجه وبالمناسبة يعني اسرائيل بلأ خمسة وسبعين سنة الانجليز برضو طلعوا من مصر في نفس الوقت يا ده تقريبا خمسة وسبعين ستة وسبعين سنة طيب نرجع الاصل جلم ده اللي بريطاني ده وبعت الامر اللطيف بتاعه ده وقال لك ايه امرت بابعاد كل البوليس الاحتياطي عن المنطقة ويجرى الان حصار سكنات البوليس الرئيسية البوليس والمصري واطلب كل قوات البوليس النظامية والاحتياطية ان تتجمع فورا بدون اسلحتها امام سكنتها على ان يتقدم اكبر الضباط رضبا في كل سكنة الى المدخل لتلقي التعليمات في الساعة السادسة وخمسة وعشرين دقيقة واذا لم يتم ذلك او في حالة اطلاق النار على قواتي هو هنا بتكلم على نفسه اللي هو البريطاني وفي حال اطلاق النار على قواتي ساستخدم القوة لتنفيذ اوامري اول ما جات القصة دي للزابط المصري قال له ايه دا انت بتقول ايه هو دا الرد على فكرة احنا جايبين دا من مقل الاستاذ سعيد الشحات في اليوم السابع بعنوان ذات يوم وهو يعني من الحاجات العظيمة للغاية اللي بتوسق التاريخ المصري واستاذ سعيد الشحات بيتعب جدا عشان يطلع هذا المنتج اللي قدام حضراته المهم الشريف العبدي دا الزابط المصري بيقول قلت ان هذا الامر لا يمكن تنفيذه انا بقول لله هو البريطاني الامر دا مش ينفع تتنفذ انت ازاي هنطلع من الاسماعيلية واحنا موجودين وديه المحافظة او كان عايز المحافظة ومديرة الامن ان ازاي نطلع من القصة دي وبعدها اداني الانذار وحمني بيقول للعبد يعني المقدم شريف العبد انت اللي مسؤول عن القصة دي المهم اتحرك شريف العبد ليه المحافظة ومدير الامن بالقاهرة وبدأت الساعة كام؟ الساعة سبعة الصبح بدأت المزمحة الاولى واسمعنا اول ضربة من المدافع البريطانية دلوقتي يقول لك المركافة الاسرائيلية اللي بتضرب وتعمل هنا كانت المدافع البريطانية والدبابات البريطانية بتضرب ضد اللي اسمع اللي بتضرب ليه؟ عشان الجيش المصري او الشرطة المصرية كانت تدعم المقاومة الوطنية وكان امر في هذا التصور ورجال البريطانية ردوا عليهم واستمر الضرب عشر دقايق وبعدين خدوا هدنة مع هذا البطل الضابط شريف العبد فيه زابط اخر اسمه اللي هو مصطفى رفعت مصطفى رفعت طلع من داخل اسمه البريطانية وقال لهم لن تستسلمون الا جثة هامدة هو رد اللواء المصري اللواء في الشرطة المصرية قال لهم لن تستسلمون يعني مش هتاخدونا مش هنستسلم الا جثة هامدة وده كان امر يعني مرعب للبريطانيين احنا بنضرب فيهم وبدبابات ومدافع وطيارات وكل القصة كان فيه الوقوف وهذا الضرب وبرضو الشرطة المصرية مستبسلة عملوا ايه بقى؟ راحوا رفعوا السماعة على وزير الداخلية وكان فؤاد سراج الدين فسراج الدين على فكرة كان وزير الداخلية ووزير مالية وكان ينتمي الحزب الواف ومن مفارقات القدر انه تحبس بعد كده ايام عبد الناصر وايام الرئيس السادات يعني راجل كان جزء من التاريخ السياسي وبالتالي كانت ليه رؤية سياسية في انه ازاي يواجه الانجليز ويواجه البرطانيين وهذا برضو بياخذنا الى قصة فكرة الاستخدام او العقلية السياسية في ادارة الامور قال لهم ما تستسلموش مصطفى رفعت هنا بيذكر شهادته اللي هو مصطفى رفعت قال لهم ما تستسلموش شدوا حلكوا وواجهوا هي دي القصة هو ده التصور اللي لازم يفهموا زباط الداخلية يفهموا الامناء الشرطة يفهموا الغفرة يفهموا العساكر ان الشرطة المصرية وقتها لما وقفت وقفت وقفة وهي عارفة انه وش الدبابات البريطانية وش الاحتلال الانجليزي وش كل التعامل كل التصورات بقى احتلال ودراما احدش قال لهم ارجعوا ولا استسلموا قعدوا يواجهوا الاحتلال الانجليزي بكل معداته وحاجاته الحديثة دي والحاجاته العظيمة وانا حتى كنت هجيبلكم شهادة من بعض الزباط زي اللي وصل لحد دسوقي وغيرهم اللي قالوا ان احنا كنا عايشين يعني كنا بنتضرب برا قبل المعارقة دي وكنا نفسينا نرجع عشان يبقى موجودين والاجل الحظ رجعوا وكانوا موجودين في معركة الاسماعيلية اللي هي جزء من الصور اللي قدام حضراتكو دي هي اللي موجودة ما بين غزة في فكرة المقاومة وما بين الفدائيين المصريين كانتش فيه سوشال ميديا وما كانش فيه وجهت نظر اخرى وما كانش فيه تنظير وما كانش فيه ناس بتقولهم انتو بتعملوا ايه وما بتعملوش ايه كانت المقاومة المصرية تواجه الاحتلال البريطاني وده اللي يربط 25 يناير 1952 مع 18 يونيو سنة 56 بعد 5 سنين بسبب المعركة دي بسبب معركة 25 يناير 18 يونيو 56 في عيد عظيم جدا لازم حضراتكو تعرفوه لعيالكو لأولادكو 18 يونيو 56 عيد الجلاء عيد جلاء اخر جند انجليزي من ارض مصر عشان دي بقى دي قصة قصة الاستقلال الوطني ان احنا دولة مستقلة ولها سيادة تحققت من الشرطة المصرية في بداية المواجهات مع الاحتلال الانجليزي طب المعركة دي ويع فيها كم واحد الكلام عن 50 او 52 لكن انا قريت مذكرات لوزير الداخلية اللي مسك يوم 27 يناير بعد الحادثة دي بيومين المراغي وقال ان هم كانوا 60 لكن الارقام بتحدث عن 50 او 52 شهيد واكتر من 80 مصاب اصاد ان البريطانيين ويع منهم اكتر من 12 قتيل وعدد من المصابين طيب في القصة بتاعة المواجهات برضو يرتبط الوضع بغزة كان في عمال مصريين شغلين عند الناس الانجليز يعني شغلين في المعسكرات بيدلهم اكل بيدلهم شرب كانوا كم واحد كانوا 80 الف مصري الناس دي عملوا ايه قالت لهم الحكومة ووزارة والسلطة في مصر وقتها وهي الحكومة الوابضية قالت لهم ما تشتغلوش وبدأوا يسجلوهم اسماءهم عشان يشوفوا لهم صرفة وبالفعل انسحبوا من الاحتلال الانجليزي او خدمة ما او التعاون مع فجة الاحتلال الانجليزي وما طبعا مع حقهم يعني عمال وهي العملية تشغيل و70 سنة شغالين يعني فكانت القصة لكنهم في اللحظة التاريخية الحقيقية استجابوا للنداء الوطني وده برضو اللي بيواجهوا العمال الفلسطينيين برضو في نفس الوقت ده اللي الاسرائيليين عاملينه معهم ازمة يروحوا ما يروحوش نجيب غيرهم ما نجيبش وبالتالي انا هنا باتكلم انا هنا بقارن ما بين المقاومة وبين المقاومة ما بقارنتش ما بين الشرطة وما بين حد تاني عشان بس تبقى الامور واضحة في هذا الصيارة دي برضو صور من قدامنا ده مصطفى النحاس رئيس حزب الوقت سنة ستة وتلاتين وقع معهد اسمها ستة وتلاتين ودي برضو الشباب الصغرين اللي بيدرسوها في المدارس عشان الامر ده برضو مرتبط ببعض لكن جيب سنة واحد وخمسين لغى اللي كان بيدي واقعت الاتفاقية وبيدي لغيت وبدأت المعركة في مواجهة الاحتلال الانجليزي عشان يمشي من مصر وبالتالي دي كانت سر عظمة وقود ان خمسة وعشرين يناير القصة بعيد الشرطة هي الخطوة الرئيسية ان البلد دي تستقل خطوة رئيسية عشان نعرف بس ان القصة مش قصة الشرطة المصرية باداءها في سواء اقسام مباحث امن وطني كل الاجهزة اللي داخلها دي لكنها مرتبطة بجزء من الاستقلال الوطني للدولة المصرية وكان مسؤول عنه شخص مصطفى النحاس اللي هو فؤاد سراج الدين والدكتور فؤاد سراج الدين واللي كان مسك وزير داخلية وزن مالية ومسك عدة مناصب وكان طبعا رئيس حزب الوفد لحد سنة 2000 تقريبا لحد ما توفاه الله وكان من الشخصيات العظيمة جدا في التاريخ المصري وده اللي يؤكد على التداخل ما بين ان احنا ندعم الأمر في الدولة المصرية بشكل يؤمن او يعرف تاريخ البلد دي بشكل مستقر وهو ده اللي قدمته 25 يناير 1952 عايزين نركز في تاريخ 25 يناير 1952 قامت حريق القاهرة بعدها 26 يناير عشان نصل لهذه المرحلة من 23 يوليو 1952 يعني مقدمة الشرطة المصرية وصلت لي الجيش المصري الذي توافق مع الشعب المصري في ثورة 23 يوليو 1952 على فكرة ست شهور هم من يناير عشان نصل ان احنا يبقى عندنا جمهورية جديدة وتلغي الملكية ويبدأ ان يعمل عملية توقيع لاتفاقية الجلاء مع الانجليز سنة 54 اللي تنفس في 18 يونيو 56 يبقى بالتالي كلها عاجات كانت تمهض الارض لكن الشرطة المصرية ضحت بالدم ايوا في ساعتها اتقبض على ناس كتير كلام عن الف واحد لكن ضحوا خمسين واحد اتنين وخمسين واحد عملوا معركة شريفة اكسهام اللي هو البريطاني ده واللي هو البريطانيين هم في المذكرات بيذكروا هم طالعين طالعين من الاسم ادلهم التحية العسكرية ادلهم التحية العسكرية عشان البطولة اللي قدمها رجال الشرطة المصرية في مواجهة هذا العدوان الكبير صاحب المملكة السيادة المملكة التي لا يغيب عنها الشمس الاحتلال اللي بقى له 70 سنة لكنهم كانوا خطوة رئيسية في استقلال الدولة الوطنية واللي جاء بالضباط الاحرار وبعد كده انطلقت بقى مصر في سكة الجمهورية وده كان معنا الجزء الاول من حديثنا فيما تعلق بالجانب التاريخي انا هترك حضراتكم ليه الفيلم تسمعون ده بقى نقلة لما حدث بقى من عملية تطوير وعملية تحديث داخل وزارة الداخلية المصرية هي فكرة الامن نفسها تطوير فكرة الامن نفسها عشان نبقى في وضع مستقر وامن والحمد لله احنا بفضل الله وتعاون الاجهزة بشكلها باشكالها المختلفة وصلنا لمرحلة الاستقرار دي هترك حضراتكم مع الفيلم ده ويبقى معنز منا محمود عبد الراضي بعد ما نسمعه عشان نتكلم اكتر عن ما شهدنا من عملية تطوير وتحديث في العشر سنين اللي فات عملكة وفي العام الدين رحنا في داة عمل مجهات سيدكم نبا الهندان في أبطال عصدان كناك قنص احنا ارادة احنا ارادة وعزم شديد الامن برنة بل نطولة بالد حديد موسيقى 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 اللي معاه عداد وعدة وقوة ويبعاه اسلحة كبيرة جدا وبيقوله يعني لازم ترحله ونزله لحتة القماشة اللي فوق فبيقوله ده علمنا وده بيمثل الرمز لينا وبيقوله كلمة عظيمة جدا انتوا هنا مش هتستلموا غير حاجة واحدة بس وهي جثثنا استضم الجنرالي الانجليزي من رد فعل الضابط الصغير وقتها وقوته وكلامه بشجاعة وفخر وبدأت المعركة الشهيرة أنا متعايق لي مصطفى رفعت ده واسم أنور عكاشة خده في ليالي الحلمية بعد كده في قصته ويتكلم عن الموضوع بفعل الدراما جثدت مصطفى رفعت في كذا عمل منها زي ما بقولت حضرتك لكن المشهد ده بياخدنا مشهد البداية ده لمشهد النهاية مشهد واحد بيحاول يهدد مجموعة صغيرين وزباط صغيرين عمرهم صغيرة والظابط بيتعامل بهذا القوة ثم بعد ذلك مشهد النهاية لما بتنتهي المعركة ويسقط عدد كبير من شهداء شرطة وبييجي نفس الجنرال اللي كان بتعامل بهذه الغدرسة بيأمر جنوده انهم يدوم التحية العسكرية بقول ده تقديرا ليكم وتقديرا لبلدكم وشجعتكم في الحفاظ على بلدكم يمكن فيه مشهد كمان احد طب انا قبل بسيط مصطفى رفعت انا قريت كمان في المذاكرات بتاعته او اللي قالها انه هو لما جاد الجنرال يفوضه اول حاجة افتكرها كلمة اللو البريطاني اللي قال له نزل العلم في اول الحكاة قال له نزل الاماشة الاماشة دي فهو افتكرها في الطلبات فقال لك اول طلب عندي ان العلم المصري يترفع وانا طالع من الاسم مع قوتي فده كان امر عظيم جدا بالفعل وهو حتى القيادات المحتلة الانجليزي احترموا احترموا ذكاء واشجعته وتعاملوا بهذه القوة مع جيش كبير انا بنتكلم عنها شرطة ميدانية بتواجه جيش صحيح جيش مسلح الا انه كان عنده قوة وثبات ده كان كافي ان الجنب التاني يحترموا بهذا المشهد العظيم في النهاب يخرجه مشهد رائع وحكاية تانية برضو كانت معاك او في بالك كان حكاية تانية احد الاشخاص يعني عريف صغير كان واقف امام قنصلية قريبة من مصرح الاحداث وحصل بدأ تبادل اطلاق الرصاص وهذا العسكري بيتبادل الرصاص مع جيش كاملا فطلع القنصل الاجنبي بيقوله يا ابني تعال ادخل خد ساتر فقال له لا ده انا في معركة ومنفحش اتخلى عن سلاحي ومنفحش اسلم سلاحي ولازم اكمل المعركة فيصاب بطلقة هو بيصارع الموت فبيطلع له القنصل يابني حول اسعفك فبيقوله انا بس يعني لي رجاء واحد ان محاش ياخد سلاحي غالما يجي القائد بتاعي ويستلم مني سلاحي وان ده عقيدة عندنا في الشرطة في الجيش المصري ان السلاح اهم حاجة جساسنا تروح مش مش مشكلة لكن سلاحي لازم يستلم القائد بتاعي القنصل بيقوله جملة باللغة العربية او اللغة المصرية الدرجة بيقوله يا ابني يا بخت بلدك بيكم فدي كانت مشاهد وامور يمكن بعضها لم يتم الافصاح عنه لكن مع مرور كل عيد شرطة بتبدأ تتكشف بعض القصص من بطولات رجال الشيطة احنا اولا عيد الشرطة 25 يناير 1952 هذه الذكرى اللي لازم ولادنا يعرفوها لازم حتى الناس زي ما قلت او منق الشرطة الزباط كله يعني الرطب الصغيرة تبقى وعية بهذا التاريخ لان ده امر مهم جدا واحنا ربطناه حتى فكرة الاستقلال الوطني المصري يعني هما كانوا مماهدين لثور 23 يوليو وهم نفسهم كانوا مماهدين ل56 عيد جلاء الانجليز او جلاء الانجليز اخر جندي من مصر وبالتالي كانت الصورة ان هو ازاي خمسين واحد واقف ويش 700 ويش كمعهم دمباء ومعهم كل الاسلحة الحديثة ازاي كان هذا التصور شريف العبد ومصطفى رفعت وحمد رائف وكل الناس دي فكرة العقيدة هي العقيدة العقيدة اللي عند الناس دي والاصرار وان هما بيدفعوا عن بلدهم وان في رسالة معينة هما مؤمنين بها وعايز اقولك يا زكي هذه العقيدة مستمرة حتى الان على مدار يعني 72 سنة هذه العقيدة شفناها لما حصلت الاحداث فينا لما حصلت احداث الوحاة شفنا ضباط الشرطة هم بيتخنقوا مع بعض وبيعملوا قرعة علشان مين يطلع العملية ومين يبادر عشان اسمه ينزل في سجل الشرف زي ما بيقولوا في القوائم الاستشهاد هذه العقيدة استمرت معانا من 52 حتى الان تكلم في 72 سنة وما زالت هذه العقيدة مستمرة طيب يعني عملنا لا سريع في العشر سنين اللي فاتوا الدخلية وزارة الدخلية شرطة المصرية فكرة الامن في مصر في العشر سنين فاتوا وتغيروا ايه النقاط الرئيسية في عملية التغيير دي؟ يمكن زمان كانوا بيوجهوا عدو عجو باين وظاهر وواضح قدامهم في العشر سنين اللي فاتوا كان الامر مختلف بدأوا يوجهوا جريمة الالكترونية بدأوا يوجهوا عدو بيتحرك خلف الكيبورد مش عدو ظاهر قدامهم وده كان تحدي صعب لكن مع تطويع التكنولوجيا الحديثة المجرمين بدأوا يستفيدوا منها وزارة الدخلية ايضا بدأت تستفيد منها بدأت تظهر حاجة اسمها المساعدات الفنية في وزارة الدخلية بدأت تستفيد منها بشكل كبير اصبحت الجرم بتتكشف في دقائق معدودات اصبحت ضربات استباقية احنا بنتكلم هذا العام يا زكي السنة دي تحديدا وزارة الدخلية بتحبط 149 جريمة ارهابية في مصر 149 جريمة اه ده رقم كبير ورقم يخض 149 عملية ارهابية كانت تحصل في مصر لو لا ما يعرف بالضربات الاستباقية ظهرت وتم وقد هذه العملية الايرابية دون ان انا حس بيها احنا عايشين في الشوارع بامان وبنتحرك بامان لكن هناك اجهزة معلوماتية داخل وزارة الدخلية بتتحرك وترصد وبتبدأ تتحرك ويتم عملية الضبط ويتم عملية التعامل دون ان يشعر احد مش الجريمة الارهابية بس ولكن كمان الجنائية برضو الجنائية اشد تهم المواطن بزبط يعني الناس اعتقدت ان وزارة الدخلية مهتمة بالعمل السياسي والجريمة الارهابية لكن بالتوازي كان قطاع الامن العام شغال في الجريمة الجنائية بنتكلم عن ضبط تجار المخدرات اطمان من تجار المخدرات ضبط الخارجين عن القانون تنفيذ الاحكام السلاح الغير مرخص اقتحام البؤر الاجرامية الصعبة اللي كان يصعب اقتحامها قبل ذلك زي السحر والجمال البؤر الاجرامية في اسيوط بحيرة المنزلة كلها كانت اماكن وعرة وكانت المجرمين بيستخبوا فيها وفي تحصينات جمدة طب انا هطلع برة شوية من فكرة الجريمة المباشرة اللي هي الجنائية والارهابية فكرة التطوير نفسه الفلسفة نفسها الفلسفة نفسها تغيرت في العشر سنين اللي فاته بتاعت ادارة الامور اللي بيشاهد حاليا المواقع الشرطية المواقع الشرطية المباني تغيرت ولكن واكب هذا التغيير تغيير المباني تغير في العقل والفكر الامني واصبح هناك فكر وفلسفة امنية جديدة في وزارة الداخلية وحتى طلبة الشرطة اللي بتدخل حاليا اصبحت المناهج متغيرة وضبط الشرطة التقليدي الزمان وعسكري الدرك اختفى تماما اصبحنا الان مع امن الوكتروني امن رجل شرطة عصري وده يمكن اللي سهم ان الجرائم تتراجع بشكل كبير جدا السنة دي بتعلن وزارة الداخلية تراجع النسب الجريمة ب13.9 من 10 او ده رقم كبير جدا السنة اللي فاتت مش من سنين كتيرة ده يمكن مع تطاوم مع منظومة الكاميرات مع منظومة المرور مع كل هذين منظومات الجديدة بدأت تساعدمها وزارة الداخلية بدأت تسهل الامر الى حد ما واصبح كمان هناك ردع المتهم عارف انه 24 ساعة هو على الهواء فاصبح هناك تخوف من ارتكاب الجرائم عشان كده بدأت الامور تصبط شوية طيب احنا عارفين الداخلية وزارة الداخلية ادارة مختلفة اسم مباحث امن وطني يعني اجهزة كتيرة كده ايه الحتة اللي لازم الناس تاخد بالها عاملة مجهود عظيم ومستخبية برضو محتاجة الناس تاخد بالها فعلا الحتة دي بتقوم بمجهود كبير جدا للناس وللبلد عموما اذا كنا احنا بنتكلم عن الجريمة السياسية المتمثلة في قطاع الامن الوطني والجريمة الجنائية المتمثلة في قطاع الامن العام لابد ما ننساش دور المواقع الشرطية الخدمية وده دور مهم جدا لانه هي بتتعامل مع المواطن 24 ساعة ما فيش حد فينا ما بيروحش يوميا المرور تصريح العمل الجوازات اللي فيش كل هذه الامور زمان كن حضرتك او انا او اي حد يروح قطاع زي هذه القطاعات كان يبقى فيه عبء نفسي اقف طبور على مدار ساعات اخذ البطاعة بعد 14 يوم احنا حاليا بنشهد ثورة حقيقية في هذه القطاعات اصبح ممكن تستخرج اللي فيش اونلاين ممكن تستخرج بطاعة الرقم القومي اونلاين الجواز ممكن تاخده في نفس الوقت اصبح هناك ثورة في هذا الامور او محتاجين الناس تبقى تدخل والدوز والحطة على الحاجات دي عشان تبقى يعرفوا ان فيه حاجة موجودة يعني تبقى والكلام ده محقق بالفعل يعني على المواقق بالفعل يعني اصبح الموقع اللي هو الحق انه نروح الموقع الخدمي يحصل على خدمته في نفس الوقت او حتى بدغط الزر على الموبايل او على جهاز الكمبيوتر يقدر يستخرج جميع الاوراق الخاصة به من خلال هذه المواقع الشرطية الخدمية يمكن ده بيلاقي استحسان الناس لان الناس دايما بتتعامل مع هذه الامور بشكل يومي فهذا الامر تهل على المواطنين بشكل كبير جدا كمان عايز اقولك فكرة مراكز الاحتجاز كان دايما عندنا هي الشوكة لفظهرنا فكرة مراكز الاحتجاز وضغط منظمات حقوق الانسان خارج مصر وان دايما هذه المراكز غير ادمية مؤخرا تم يعني الاعلان عن وجود ما يعرف باسم مراكز الاصلاح والتأهيل وغلق اكثر من 30 سجن تقليدي كانت الحياة فيهم شبه غير ادمية اصبحنا الان بنشوف مراكز احتجاز تتوافق مع معايير حقوق الانسان واصبح جمان الناس بتعتقد ان السجين ده بيروح السجن بتقفل عليه السجن وبيعاقب وهذه هي عقوبته والامر مختلف خلف اسوار السجون هناك يعني تطوير يعني يعادة تعديل السلوك هناك تعليم حرف السجين بيكون بيطلع يتم تأهيله انه يندمج مع المجتمع بشكل كبير جدا وده لوزارة الداخلية كمان بيتابعه من خلال ما يعرف استحدثت حاجة اسمه شرطة العاية اللحقة هذه الشرطة بتتابع السجين بعد خروجه من السجن تضمن انه لا يعود للجريمة مرة اخرى لو هو شغال في حرف ماء بتوفره مشروع انه يشتغل فيه بتراقب اداؤه تضمن عدم عودته للجريمة وده امره مهم جدا حتى لا يعود مرة اخرى للجريمة احنا بنذكر الناس واحنا بنحتفل بـ 25 يناير عيد الشرطة المصرية ومعنا زمننا الاستاذ محمود عبدالراضي الكاتب الصحفي واحد افضل محرر وزارة الداخلية في مصر احنا هنرجع تاني لحتة ليه علاقة بي عندنا شرطة نقل وموصلات شرطة مرور شرطة مواني شرطة متخصصة ايه الشرطة المتخصصة دي برضو لازم الناس برضو اللي شغالين فيها يبقوا عارفين انهم برضو متشافين والناس بتقدرهم وبتشكرهم طبعا احنا عندنا كذا قطاع قطاع خدمي وعندنا قطاعات شرطة متخصصة بنتكلم عن المرور بنتكلم عن شرطة النقل وموصلات وهي منوطة بها تأمين القطارات والوتوبسات العامة وتأمين مترو الانفاء كمان عندنا شرطة السياحة شرطة السياحة منوط بها تأمين الاماكن السياحية والمزارات السياحية ودي بكين بتتعلم بتتعامل بشكل كبير مع الاجانب وضيوف مصر وهؤلاء الضباط بيكون بيتحدثوا اكثر من لغة يجدوا التعامل يكونوا موجودين في المطارات في الاماكن السياحية الاخرى عندنا امن المواني اللي هو منوط به تأمين المواني مصر المنتشرة على مستوى الجمهوري عندنا شرطة التعمير والاسكان اللي هي منوطة بها تأمين المدن الجديدة عندنا كذا حد الناس بتعتقد ان الشرطة هي الامن العام اللي هو موجود اسم الشرطة او الكمين التقليدي الموجود عندنا كذا جهة شرطية بتتعامل مع المواطن بشكل يومي وده فرصة ان احنا يعني نعيد عليهم كل سنة وانتوا طيبين طبعا كل سنة هم طيبين كل سنة والشعب المصري بخير واحنا بنتكلم برضو على 25 يناير احنا بقول لكم ان 25 يناير دي جزء من الاستقلال الوطني المصري بهذه المعركة التاريخية التي وقعت على أرض الاسماعيلية لكن كانت تأثرتها تأثرتها على مصر قوية للغاية هي اللي كانت الخطوة الاولى والمماهدة لثور 23 يولو 1952 هي التي ارتبطت هي التي ارتبط بعد كده بعيد الجلاء 18 يونيو سنة 56 وهي اللي وصلتنا ان احنا نطور هداءنا في العشر سنين اللي فاتوا بمعدلات استاذ محمود قالها احنا مكلم فيه تطور في معدلات مواجهة الجريمة الجنائية مواجهة الارهاب مواجهة كل السوشيال ميديا بقى والحاجات المتعلقة بالامن السيبراني والحاجات الموجودة على النت وده امر برضو خطير للغاية لان الجامعات الارهابية بتستغله بالاضافة طبعا الى الادارات المتخصصة والشرطة المتخصصة واللي الناس بيش بتاخد بالها منها بصراحة يعني المرور النقل والمواصلات المواني كل الامور دي كمان الجانب الخدمي اللي بيقدم خادمات المواطنين واللي متواصل طول اليوم زي السجل المدني وخلافه واللي برضو زمننا محمود يعني تعرض احنا بنحاول ندي على قدر الامكان معلومات بسيطة ومباشرة عشان تقدر تفيد حضراتكو واحنا بنعيد على الشرطة المصرية في 25 يناير انا سؤال اخير يعني فضل ما بين التاريخ وبين الحاضر العشر السنين اللي موجودين دول وزارة الداخلية تطورت على في الشكل وفي المضمون وفي التصور في الفلسفة وده يهمني انا على مستوى الشخص ان يتتطور في الفلسفة وده امر يعني محقق بالفعل لكن وزارة الداخلية رايحة لفين برضو يعني في 25 يناير عشرين عشرين رايحة لفين ايه اللي عملته او من احتفالات وايه رايحة لفين برضو ده اصول وزارة الداخلية جزء من نسيج هذا الوطن واحنا شايفين عملية التطور وشايفين جمهورية جديدة وشايفين التوسع العمران اللي بيحصل الامتداد العمران اللي بيحصل وزارة الداخلية جزء من هذا الامر فبتتوسع وتتطور وفقا لما يحدث في الدولة احنا بدأنا نشوف مدريات امن جديدة زي العالمين زي العاصمة الادارية هناك تطور الاعتماد على التقنيات الحديثة اكثر من اعتماد على العنصر البشري عضرتك كاكيد بتمشي في الشوارع بتشوف اشارات مرور مفاش عسكري نهائي في الاحوال المدنية ممكن تروح تخلص جميع وراءات دون ان تتعامل مع العنصر البشري وده تحدي وزارة الداخلية بتخوضه وتخوضه العامل القادم مع الوقت هنبدأ نتعامل مع اجهزة هنبدأ نتعامل مع تقليص العامل الزمني والجهد المواطن هيقدر يحصل على جميع خدماته الامنية بسهولة ويسر وده ترجط وزارة الداخلية الفترة اللي جاي طيب انا بشكر زميلي محمود عبدالراضي واخيرا في نهاية حلقتنا مصرح العاملات وتفزيني اليوم السابع انا بقول تاني هذه الحلقة لمناء الشرطة للصباط للعساكر للبلوكامين لكل الموجودين على الاستيفا يشوفونا يعرفوا تاريخ وزارتهم وتاريخ بلدهم اللي هما ساهموا فيه واللي قبلهم ساهموا فيه بأمر عظيم للغاية بشكرك محمود شكرا زكي بشكر السادة المتابعين شكرا جزيلا